إذن خطة سياسية تعكف عليها الولايات المتحدة ودول عربية تتضمن جدولاً زمنية لقامة دولة فلسطينية عصمتها القدس الشرقية وإخلاء مستوطنات في الضفة الغربية وإعادة إعمار غزة إضافة إلى ترتيبات للأمن والحكم في الضفة وغزة معاً وفق منشرات الواشنطن بوست في المقابل تحصل إسرائيل على ضمانات أمنية محددة إضافة إلى تطبيع مع السعودية ودول عربية أخرى لكن الخطة مرهونة بإتمام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قبل شهر رمضان وإجراء صفقة عاجلة لإطلاق المحتجزين في القطاع برعاية أمريكية وقطرية ونصرية وفي سياق الخطة تتحدث مصادر متعددة عن نقاشات جارية بين قيادات من السلطة الفلسطينية وحركة فتح وأخرى من حركة حماس برعاية أكثر من طرف وذلك تحت عنوان ترتيب البيت الفلسطيني من أجل التهيئة لمرحلة السلام الجديد حوار الفلسطيني هدفه الوصول إلى برنامج سياسي موحد يتيح لحركة حماس الانضمام إلى منظمة التحرير وفق برنامج المنظمة بوصفها وسيلة لتوحيد الموقف الفلسطيني وتمهيد الطريق لخطة السلام واللافت في هذه الخطة بحسب ما نقل لكم الواشنطن بوصع مسؤولين أمريكيين هو أن الولايات المتحدة مستعدة للاعتراف مبكرا بالدولة الفلسطينية بالشرط تنفيذ الإصلاح السياسي في السلطة الفلسطينية وتحقيق ضمانات أمنية لكل من إسرائيل والفلسطينيين بالترافق مع التطبيع وإعادة الإعمار لكن الخطة المنتظرة تعترضها تحديات عديدة أبرزها الموقف الإسرائيلي الرافض لفكرة أي كيان فلسطيني بحجة أنه خطر وجودي على إسرائيل واستبقت أخطاب من اليمين الحاكم الحطة المحتملة بإبداء الرفض الكلي لأي خطة تعترف بالدولة الفلسطينية بل ودعا وزراء في حكومة ناتنياهو إلى أن تهدد إسرائيل واشنطن بخطوات أحادية ويضاف إلى ذلك تحدي متمثل بوقاع جيو سياسية فرضت إسرائيل أصلا على الأرض في الضفة الغربية على مدار عقود وهي وقائع تحول دون إقامة دولة فلسطينية وهنا ينظر إلى الخطة الأمريكية على أنها ليست أكثر من وعد أمريكي بتسمية السلطة دولة بغض النظر عن واقعية ذلك ما دامت الوسيلة الأسرع لتمريد تطبيع السعودية مع إسرائيل قبل سباق الرئاسة المنتظر نبحث في هذا النقاش ما هي الخطة الأمريكية العربية لإقامة الدولة الفلسطينية ومدى وقيتها كما نتوقف عند سياقات الخطة ومدى تعبيرها عن جهد حقيقي للسلام هذه المرة وليس مجرد خطوات ترقعية هدفها شراء هدوء يستمر بضع سنوات نسأل أيضا عن فرص نجاحها في ظل رفض إسرائيلي مصبخ لها حتى لو تعلق الأمر بما هو أقل من دولة فلسطينية